قلت في المقدمة النهاردة كابتن أشرف أنه المصري عموما اللعب المصري عموما في أي لعبة حطه تحت ضغط وزوت الضغط عليه يعني بالعكس هو عايز ضغط لو عايز لو الدنيا سهلة يا مثل مباراة الدراماركا النهاردة عشان فيها خيارين يعني لو تكسب أو تخسر هتغف تسعد فتعدي لكن حل واحد قدام السويد وقدام جمهيره حتى الضغط ده وأعتقد هيفرق مع يا كويس طبعا حاجة زي دي حصلت الحمد لله اتقاهلنا من مباراة البحرين دي حاجة كويسة طبعا يمكن تكون دي أنا بقول لكل جواد كوى مفيش مشكلة الحمد لله ان المباراة ده احنا متقاهلين قردي خلاص مش مباراة اللي احنا لازم نلعب عشان نطلع لدور التمانية احنا وقلنا لدور التمانية زي ما حضرتك بتقول يا كابتن كريم ان المصري وقت الضغط الصعب وقت اللي بيكون عليه بريشر او بيكون عليه ضغط هيبقى موجود الولاد موجودين وعندهم الخبرات ان هما يقدروا يلموا بعضهم في الفترة الليلة اللي هي اليوم اللي فاضي البكرة دوت عندهم الخبرات اللي هما يقدروا يلموا نفسيهم فدي حاجة كويسة اللي احنا نكمل وده انجاز وتاريخي هيبقى للمنتخب الوطني بإذن الله احببا اقولك بس هي حد درع من اللعبة الرجالة جدا جدا مش تفرق معا انه هو صباعة دي حاجة عادية جدا صباعة خلع او اتجازع او اي حاجة هيربط وهيلعب مع المجموعة اللي موجودة الخبرات بتاعت المنتخب اللي موجودة مع المجموعة الشباب اللي موجودين ان شاء الله نقدر ان احنا في الماتش السويد مفيش حاجة صعبة طبعا بمجهودهم وتركزهم وقلت اخطاهم لو لعبوا ماتش زي معاملوا مع فريق كرواتي في او مباراة ان شاء الله ربنا يا كرمه ونقدر اللي احنا نحقق ونوصل لدول الاربعة ونحقق مركز كويس بإذن الله طيب السويد كمنتخب احنا افضل منه فنين فنين بقى بعيدة عن الارض والجماهير افضلوا على نفس المستوى احنا عندنا هو طبعا على نفس المستوى خلاص احنا دخلنا في المعترج اللي هو الفرق القوية التمانية كبار على العالم لكن السويد السلاح بتاعهم طبعا الدفاع وجاري في فاست بريك لو قدرنا نوقف سلاح السويد في جاري على الفاست بريك اقولك ان يعني 50-60% المباراة تبقى في الملعب السلاح والحراس طبعا يشد حلم كريم او محمد علي او حميد ربنا وفقهم ان شاء الله لكن فنيا احنا اللي تنين خلاص يعني قريبين من بعض هو بردك زي ما انت زي ما انه هو عامل لك حساب انت بردك عامل له حساب هتتعمل عليه سكاوتينج هتشوف من مصادر الخطورة عندهم ومصادر القوة هتقدر توقفها لكن ربنا يكرمنا يمكن هم بس زيادة عندنا في الجمهور والملعب فديها تفرق طبعا لكن المنتخب المصري بتاعنا عندهم الخبرات ان هم يقدروا يعوضوا الفرق يعوضوا الفرق دوت يعني السيستم الاوروبي او السويد او اي فرق في اوروبا ثم انت ماشي معهم جون بجون او انت رجبه خلاص السيستم بتاعه بيوز لكن لو علي عليك ثلاث اربع تجوان خلاص لازم انت هو عايز يجريك وراء لكن انت خليك في المباراة دي بالتركيز والوعي والمجهود العالي خليه هو اللي يفضل يلحق هو اللي يلحق طول ما هو يلحق يقدر تكسب المباراة ان شاء الله عظيم جدا طيب في كلام سمعتم من فنيين زي حضرتك في كرة اليد يتحدثون عن عندنا شوية حاجات في الدفاع محتاجة تتظبط هل الدفاع بتاعنا مش ماشي بشكل سليم ما في المال هل محتاج بعض التعديلات يعني هو فيه شوية حاجات كده في نص الملعب على الدفاع على الفرود ممكن كانت ظهر النهاردة كتير شوية في المباراة لكن طبعا أكيد دي هتتلاشى برهم مصر طبعا من المدفعين الأقوياء في العالم مش في مصر بس صغر الدفاع هو وعلي زين ما بتحطوا التلات الاتنين دول جميع بعض يبقى فيه كوة بالنسبة للمنتخب فدي هتقدر هيدار يحلوها في المباراة الجاية ان شاء الله عظيم جدا طيب هلوك من الجيل الزهب العظيم الأسطوري وصل ليه مصف نهائي كأس العالم 2001 في مباراة دوري الثمانية بعد مباراة دور أو يعني قبل مباراة دوري الثمانية قلتوا لبعض وقتها الجاية الفني بتحفزوا بعض ازاي انت محتاج تقول إيه اللي عيب المنتخب مصر دلوقتي يحفزوا بعضهم بنفس الطريقة يعني انتو المنتخب طبعا نحفزوا انهم انتو وصلتوا لللي احنا بنوصل ليه على طول عايزين نخلص الخطوة بتاعت الدوري الثمانية ونعمل إنجاز زي 2001 في فرنسا احنا كان معنا بيستزران وكابتان محمد الألفي احنا حضرنا المباراة وحضرنا كل حاجة ونصور الراجل قال لنا كلمة في المحاضرة كابتان أول سراح كان موجود وكابتان عصام غريب وحمد بلال وجوهر وحمد النقيب يعني قال لنا خلاص يعني احنا كل مرة بطولة دي بنوصل لدوري الثمانية عايزين نعمل بقى حاجة جديدة إن احنا نوصل للربعة فدي طبعا حفزتنا وبحافز طبعا اللعبة بتاعت المنتخب المصري خلاص انت وصلتوا للهدف اللي احنا عايزينه إنه هو دوري الثمانية من الثمانية الكبار ركزوا في المباراة اللي جاية شدوا حلكه جامعية مع بعض اللي يبقى على قلب راجل واحد وانتوا مفرحين الجمهور المصري كل المصريين وربنا ان شاء الله يوفقهم بإذن الله في المباراة اللي جاية بإذن الله عايزين سألك على حاجة في ختام حدثنا يا كابتن أشرف وهي فكرة إنه أجيال كرة اليد اللي بتسلم بعض يعني كنتم بقول حتى في المقدمة الكابتن أشرف عوض وجيله الزهب الرائع جدا لما كان بيخلص خلاص كنا بنقول مين الجيل اللي هيجي بعده طب ما هو كده خلصنا وده كان جيل استثناء تلاقي جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل فيه لعيبة موهوبة حد ما وصلنا للجيل ده اللي هو أيضا رائع جدا وما يقلش عن يمكن الجيل ده ود فيه عدد عناصر كبيرة من اللعيبة الموهوبين خدوا الفرصة الكويسة إنهم يعني تلوا احترفوا عندنا 8-9 لعيبة بره مصر خلاص خدوا على وجوه الفرق الأجنبية اللي بره والفرق العربية فما فيش مشكلة إنهم يلعبوا فدي تحفيز تحفيز ليهم وخدوا الخبرات تقلوا في الخبرات تقلوا في الملعب زي ما بنقول كده بقى عارفين إمتى يهدوا الملعب إمتى يمشوا بسرعة الأجيال تتواصل في عندنا دلوقتي في الأجيال موجود جيل 88 كان مصري هنداوي يلي جيل مثلا 90 في سند في 98 في محسن رمضان في 94 أحمد عادل فالأجيال كلها بتتواصل في الاتحاد نديجة المنظومة اللي ماشي بها الاتحاد على كل الأجيال غير طبعا منتخبات الناشئين والشباب طبعا اللي هم 2004 و2002 ماشيين بخطة سابتة أنه هنطلع أجيال يكملوا المسيرة بتاعت كرة اليد المصري ترجمة نانسي قنقر